صراع الأجندات وتصفية الخصوم هما ما يحدث في المحافظات اليمنية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة التحالف فالتفجيرات التي تبناها تنظيم القاعدة واستهدف الثكنة عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا مؤخران في منطقة موديا بمحافظة أبيا جنوبي البلاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى ليس سوى استكمال لهذا الصراع مع تعدد الفصائل ونية كل طرف السيطرة وبسط النفوذ بدعم إماراتيا أو سعودي بدء التحول ما بين النظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي وبدء التصفية المباشرة بدءا بالقيادات العسكرية ومن ثم القيادات السياسية بعد أن تخلصوا من عدد من قيادات مجلس الانتقالي الذين فروا من داخل محافظة عدن إلى أبوظو الانفلات الأمني في المحافظات اليمنية الجنوبية لم يتوقف عند حدود التفجيرات بل امتد إلى الاغتيالات والتصفيات السياسية وثمت قائمة طويلة من الاختراقات الأمنية رصدت خلال سنوات مضات أما الأوساط السياسية فترى أن التحالف السعودي الإماراتي يقف خلف هذه الممارسات السعودي والأمارات حاضرين في هذا المشهد سواء كان في اغتيالات فردية أو في عملية إرهابية بسيارات مفخة أو بحزمها ناسفة العدو السعودي والأماراتي أخذوا على عواتقهم بأن يهمشوا هذا الشعب وأن يشغلوا الشعب بغتل نفسه هدف المحتل السعودي والأماراتي هو الثروات والعمق الاستراتيجي في المقابل تعيش المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة صنعها وضعا أمنيا مستتبا استطاعت معه منع حالة الانهيار الأمنية التي أرادت تحالف تطبيقها شمالا كما فعل جنوبا وشرقانا عبر عمليات أمنية واسعة قطعت أذرع التحالف من مناطقها وتوسيعها بالقبض على خلايا كبرى أمريكية وأخرى إسرائيلية مؤخران لتحقق الاستقرار الأمني باقتدار سنوات من حرب التحالف على اليمن أثبتت ما جلبته للمحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من انفلات وفوضى أمنية والهدف كما يقول مراقبون هو تعزيز وجوده وخدمة مشاريعه في السيطرة والنفوذ أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين